دون أي حضور سياسي بل من أهل الإعلام والأصدقاء أعلنت السفيرة السابقة تريسي شامعون ترشحها لرئاسة الجمهورية من فندق لغابريال في الأشرفية حيث طرحت رؤيتها لرئاسة الجمهورية في هذه الظروف التي يمر فيها لبنان لخدمتكم وخدمة لبنان لأعلنوا للشعب ولممثليه وهم نواب الأمة 128 عن ترشحي للانتخابات الرئاسية اللبنانية القادمة لماذا أترشح؟ لأنها مهمة أتشارك فيها مع مختلف القوى السياسية على تناقضاتها وانقصاماتها سأعمل قبل أي أمر آخر على البحث عن القواسم المشتركة ونقاط التقاء يبنى عليها بهدف تحييد لبنان عن الصراعات الخارجية تريسي حددت الأولويات في هذه المرحلة وهي تشكيل الحكومة كما أعلذت عن توجهاتها الاقتصادية في ظل هذه الأزمة مؤكدة على ضرورة أعداد الموازنات الحديثة جازمة في ملف السيادة الوطنية وقرار السلم والحرب وطريق الحل يبدأ بالسياسة ليصب في خدمة الاقتصاد هنا لا بد من التأكيد والتشديد على أنه لا يمكن للبنان أن يستمر من دون التمسك بسيادته واستقلاله ومن دون استحداث استراتيجية دفاعية واضحة المعالم وهذه ليست شعارات بل ضرورة وكما أن لبنان لا يمكنه أن يحكم من فريق واحد فلا يمكن أيضا أن يمسك القرار السلم والحرب فيه إلا في إطار المؤسسات الرسمية شامون طرحت أفكار وحلول في البيئة والصحة وشؤون الاجتماعية والتعليم والسياحة داعية المجلس النيابي إلى انتخابها للتعاون من أجل نهود لبنان من فندق لجابريال مروان أدوم صوت لبنان